بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن كثرة الخطأ إلى المساجد تؤكد جميع الدراسات الطبية الحديثة على أهمية رياضة المشي في علاج الكثير من الأمراض وعلى رأسها أمراض ضغط الدم والقلب وارتفاع السكر كما يساعد المشي كل يوم لمدة نصف ساعة على تحسين أداء القلب وتنظيم عمله بل وتحسين الحالة النفسية وتنشيط العضلات ويساعد أيضا إلى التخلص من الضغوط الحياة اليومية والقلق والاكتئاب ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين نسلنا لهم رياضة المشي إلى المساجد وفيها أجر عظيم وذلك بقوله في الحديث الشريف أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والله أعلم